قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارف اللا التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث قال أبو هريرة فلقيت أبا بصرة الغفارية قال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس يشك حثنا يحيى بن آدم حدثنا أبن مبارك عن سعيدي بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بصرة خرج في رمضان من الإسكندرية أتي بطعمه فقيل له لم تغب عنا منازلنا بعد فقال أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فما زلنا مفطرين حتى بلغوا مكانا كذا وكذا حسنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن عبد الملك عن عمر بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين أنه قال لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت قال من الطور صليت فيه قال أما لو أدركتك قبلا أن ترحل إليه ما رحلت إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى حسنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا السعيد بن يزيد حدثني ابن هبيرة عن أبي تميمين الجيشاني أن عمر بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقالا إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قال أبو تميمين فأخذ بيد أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمر قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصر الله صلى الله عليه وسلم autistic